السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير ومنقصكم خير ان شاء الله في هذا الفيديو مجموعة دي الوصفات او لا الاقتراحات او لا الافكار اللي رائعين رائعين بمعنى الكلمة يعني اقتراحات اللي هي متنوعة القاسم المشترك بيناتهم او لا المكون الرئيسي اللي غدي جمع فيهم بيناتهم هو اللبن اللبن اللي غدي يكون بعباره عن محسن طبيعي وفي نفس الوقت كيفة وهشاشة الوصفات دينا سنشوفوا مع بعضياتنا الحريشات باللبن سنشوفوا الكيك باللبن وحتى البيتزا بعجينة اللبن اللي هي رائعة رائعة بمعنى الكلمة قبل ما نشكر في هاد الوصفات هادو سنجربهم ان شاء الله وتردوا علي الخبار اول اقتراح سنبدأ به هو الكيك الكيك اول حاجة نبدأ بها المولد يالي ندهنه بالزبدة ورشه بالدقيق ونخليه على جنب هدي اول مرحلة سنبدأ ان شاء الله في تطبيق الوصفة ونحن نذكر مع بعضياتنا المكونات سنحتاج له اربعات دي الحبات ديال البيت يكونوا بدرجه حرارة المطبخ وكل ما كانوا عندنا الحبات ديال البيت الحجم ديالهم كبير الاو كيكون عندنا الكيك اللي هو عالي سنحتاج كاس ديال سكر سنداء او سكر حبيبات ممكن تنقصه اقل عندي كاس مع مرش زيت نباتية العبار ديال الكاس هو الكاس ديال العنباء او للكاس اللي كيوزلينا مية وخمسين ميلي لتر حتى المية وستين ميلي لتر نضيف قطعة ديال الجبن متلت كتعطي مدق رائع لهاد الكيك هذا ان شاء الله جربوه واردوه علي الخبار كيف كانوا دائما سنخدم هاد المكونات مع بعضيتهم زيان حتى سنساجمو في الخلاط الكهربائي كيف كتشوفوا معايا كيك يومي يعني ستحطوه في اي وقيته غزال بدما نساجمو لي المكونات سنضيف كاس ديال لبن هذا اللبن اللي كنصيبو به السيكوك او اللي كناخدو به السيكوك يعني ماشي الحليب اللبن ويكون بدرجة حرارة المطبخ قبيصة ديال الملحة ما كنسوهاش لتصحيح الضوك وقشيرة ديال الحامض كيف شفتوا معايا المكونات ديال لبن او الجبن وكيتواتع معاهم الحامض كنفرغ الخليط ديالي في واحد اللوبول لي كيكون كبير ما كنخدموش للبن من اللول يعني مع المكونات لان يلا خدمناهم بزاف بحلي كيف كنقولو كيبدا تولي في واحد شوية ديال زبدة او لا ما كنخدموش في اللول كنخلي ثاني مرحلة هنا عندي دقيقة على جمب تقريبا مئتين ومسين جرام ديال مغرب لا حطها على جمب وتكون نوعية جيدة نضيف لها جوج اكس ديال خميرة كيموية او لا بيكين باودر يعني جوج خمارات وضروري ما كنغرب لهم ضروري باش كيعطيونا نتيجة زوينة وكل ما غرب لنا الدقيق مره و جوج إلا وكتكون نتيجة ديال الكيك مزيانة على العموم احنا يحطي لحدنا مئتين وخمسين جرام ديال الدقيق ولكن دائما الكيك نقول لكم خاصكم تشوفوا الخفة والكتافة دياله قدام عينكم يعني كنشوفوا الكتافة ديال الكيك كيف شخصها تكون اول مرحلة نبدأ بمئتين وخمسين جرام ولخصنا الدقيق غادي نزيده شوفوا معي الخليط مازال خفيف يعني ما كتبقاش يبال يدك الخيط اللي كان نحركها كي قدامك بقبائل على السطح ديال الخليط ينزيد تقريبا واحد لمع القاء كبيرة اولا تقريبا واحد ربع كاس انتوما غدي بقليكم على حسب حجم البيض ونوعية الدقيق والامتصاص دياله وضروري من قطرات ديال عاصر الحامض عندنا اللبن وعندنا الجبن وعندنا الحامض يعني مكونات كيتوتوا مع بعضياتهم كيعطيونا واحد المزيج اللي هو زوين قطرات ديال عاصر الحامض اللي توفروا ديرهم في اخر مرحلة وكيف قلت كيك يومي ان شاء الله يقول لي معتمد عندكم كيجي اغزال بالنسبة القوالب ديال القرانيت انا ضروري كندهنهم بزبدة ضروري ورشهم بالدقيق ونبدأ بيهم هم اللولي ونخليها لجنب بنفس الطريقة كنهزود دينا اولا كيف تعودنا مع بعضياتنا عفوان كنهزود دينا الفوق باش نفرغ الخليط ديال الكيك باش ندخل اكبر نسبة هواء الخليط ديالنا اولا الكيك ديالنا عفوان ما كنضيعوالو ضروري نفرغ الكيمياء كلها كيف كتشوفو الكيك اليومي كندخلو الفورن بارد يعني ما كنسخنش الفرن دائما كتشيني تساؤلات عليه ما كنسخنش الفرن يعني ده بصفي وجهة الكيك ديالي غادي ندخلو مباشرة كنشعل عليه من الجهة السفلة كنفرن كهربائي كنشعلو مية وستين درجة من الجهة السفلة حتى كنشوف الجواني بديالو بدو كيتحمرو كي ياخذ واحد اللون اللي هو زوين كان فرن غازي بنفس الطريقة ودائما كل اختك تعرف كيفش تعامل مع الفرن ديالها يعني كيفش كيفش كي الفرن لما كيوزاش الحرارة بشكل زوين يعني تعاملوا مع الفران شوفوا معي الكيك بعد ما وجد او بعد ما طاب سوف نوري لكم الخفة عن قرب اكثر يعني كي يأتي خفيف ريشة كيف نقوله البن يعطي الخفة لأي وصفة جربناه يعني اي وصفة وانا متعودة نخدم معاكم بزاف ديال الاقتراحات او لخدمت معاكم بزاف ديال الاقتراحات اللي كي يكون فيها البن خدمنا مع بعضياتنا البطبوط خدمنا مع بعضياتنا الخبيزات كل شي بزاف الكيك الأشكال والأنواع في الكيك والحرشة بطبيعة الحال اشتروا معي الخفة دياله وكيفة شديرة كي يجي اكثر من رائع فعلا كي يستحق التجربة غادي نخليها على جنب بيد موجد هاد الكيك هو اللي هو اللي بديت به غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو نشوفو مع بعضياتنا العجين ديال البيتزا بالنسبة للعجينة ديال البيتزا غادي نحتاجوا كاس ديال الماء يكون دافي العبار بكاس ديال النباء او للكاس يزلينا 150 او ل160 ميليليتر وعندي كاس ديال لبن يعني نفس المكونات كاس ديال اللبن غادي نكون مخرجينه من قبل من تلاشة نضيف كاس ديال دقيق القمح الصلب او ل الفينو هذا الفينو ولي بغا تدير دقيق القمح الكامل ممكن يعني غير هكا انا درت اختيارات لانني عاجنا في القناة بدقيق القمح الكامل وصفة ديال البيتزا لتستحسن لعديد من الاخوات ضفت مع القصغيرة ديال السكر مع القصغيرة ديال الخميرة يعني معجونة او ل الفورية اللي توفر مع القصغيرة باش تخمر لنا هد الخالط اول مرحلة كنخدمه مع بعضياتهم زيان كيف كتشوفوا معي باش يتفاعلوا مع بعضياتهم إلا انتابهتو انني ما ضفتش الملح لان الملح كتمنع لينا التفاعل ديال الخميرة او كتحبس التفاعل ديال الخميرة نجيب شوية ديال الزعتر وغادي نحكو بنيت ديال في هاد الوقيته سوف نحيد الخلاط الكهربائي او لهاد البراميكسر وغادي نخدم غير بالفوي باش هكا هاد الزعتر يبقى باين وما يتلقش لنا المرورة غادي نغطي على هاد الانية اللي خلط فيها هاد المكونات ونخلي هاد الخالط يختامر ماشي غادي نخلي وحتى يضعف الحجم دياله الا غير تفاعلية هاد الخميرة مع السكر تقريبا واحد عشرة دقيق ممكن تخلي واحدة اربع ساعة على حساب الجو يعني غطيوها وخليوها حتى غادي تفاعل هاد العملية هاديك تنجح لنا البيتزا مباشرة بعدما يعني تفاعلت هنا خليتها تقريبا واحد عشرات دقيق غادي نضيف واحد اربع كاس ديال زيت زيتون او للزيت البلدية وهنا يعاد غادي نضيف الملح اربع كاس ديال انا عيني ميزاني اربع كاس ديال زيت البلدية ومباشرة غادي نضيف في الدقيق الدقيق مغربل هنا عندي الدقيق عادي يعني نوعية جيدة خاص بالحلويات وكان بقى نضيف شوية بشوية وضروري ما تقصحوش العجينة في البيتزا البيتزا كتبغي العجينة اللي تكون مرخوفة كان بدا في اللول بالفوي ومن بعد ما كان شي محسن من اللي ديدات يدينا هي اللي كتعطينا الكتفة والقوام اللي خاص العجينة تكون اليه تفكلت من زعموش شوية بشوية وحنا كنضيفه هاد العجين هادا كيجي غزال وكيخرج الخير والبركة هادي الطريقة باش ندلكها اولا باش ندخل الكمية ديال الدقيق اللي خاصنا كيف قلت من زعموش شوية بشوية ولا بغيتو تديرو اولا تضيفو دقيق القمح الكامل ممكن عوض الفينو تقريبا هادا هو القوام ديال العجينة يعني كيف كتشوفوا معي راها كتلتس قفلي الدين وف نفس الوقت ماشي خفيفة وماشي قاصحة كان اكد عليها بغيت نبيي لكم المراحل كاملين باش تحصلوا على نتيجة زوينة في هاد العجين هادا ديال بيتزا هادا ناخد شوية ديال زيت البلدية او لا زيت الزيتون وكن حاول انني ندخلها فيها كيف كتشوفوا معي اخر مرحلة بعد موجدت سوف ندخل فيها واحد الكيمياء ديال زيت البلدية ممكن تخليوها في نفس الاناء اللي خدمتوها فيه ادهنوها بزيت البلدية يعني في الوجه ديالها باش مكديرش القشرة انا هنه نقلبتها في هاد الاناء وغادي نخليها حتى تخمر هادا مرحلة ضروري اننا غادي نخليوها حتى غادي تخمر ويداعف الحجم ديالها البيتزا كل ما خمرت كل ما خمرت كتعطينا ناتجة زوينة هنه يا غادي نخليها على جمه تخمر ونجزو نصيبو الحريشات الحريشات اللي رائعين رائعين كيف قلت بمعنى الكلمة وفي هاد الفيديو كل وصفة كتستحق فيديو بوحديتها جمعتهم ليكم في فيديو واحد هنه هي ثلاثة كسان ديال سميدة الرقيقة الخاصة بالحرشاء او البغرير ضفت ليهم نصف كساني يعني ثلاثة كسان ونصف ديال سميدة الرقيقة عندي هنا ثلاثة المعالف كبار ديال الطقيق نوعية جيدة خاص بالحلويات شوية ديال الملحة مالقة صغيرة ديال السكر وعندي سكر منسم بالفانيلا كيس ديال الخميرة كيموية او لا بيكين باودر نخلط هاد المكونات مع بعضيتهم يعني ناشفين عدفت الكيس يعني الكيس وريته لكم ولكن احتخلط المكونات وضفته بحل بحل ماشي مشكلة وهنا سوف نضيف نصف مالقة صغيرة ديال الخميرة معجونة سوف نضيف نصف كس ديال زيت نباتية نضيف سميدة وكلبس هاد سميد هاد كامل يعني بهاد الزيت نحاولو ان الحبيبات ديال السميدة تقاس كلها بالزيت كان معكوها بني الدينة مزيان بالاحسن انه جاعة الحبيبات ديال السميدة يتلبسوا بالزيت اخواتي فضلا فضلا من كنا اللي شافت الفيديو واستفدت معي فيه ما تنسانيش من واحد اللايك مشكورة فارتجوا الوصفة مع العائلة والاهل والاحباب هكا توصلوا الفيديو لناس خرين ما مشتركينش في القناة هنا يا انضفت كاس ديال البن يعني المكون الرئيسي اللي في هذا الفيديو هذا جامع الوصفة كاملين وحاولت اني نجمعهم لكم كاملين بالبن يعني ضغط كاس ديال البن ويكون بدرجة حرارة المطبخ يعني باش ما يبردش لنا هذيك الخميرة اللي كينف الخاليط وكنكمل بالماء دافي يعني منيك نضيف هذك الكاس ديال البن غدي نكمل بالماء دافي دائما الحرشة ما كتدلكش برؤوس الأصابع وكتكون شوية خفيفة ضروري ما كنخفوها غدي نغطي هاته هي بلاستيك غدائي وغدي نخليها تنشف يعني غير كتشربت قريبا واحد عشر دقيق كنلقوها انها تشربات صافي غدي ندوز باش نخبز هاد الحريشات او هاد الخبيزات هاد الحريشات كان ناخد واحد زييفة فيها الماء وكان بدان هز شوية ديال سميدة ومباشرة كان بدان نكورها في سميدة عاود ناشفة يعني سميدة رقيقة عادي وكنكم سخنا سواء المقلات او لا هاد البلاك هذي اللي هي عملية وكتعطينا نتيجة زوينة بالنسبة لهاد البلاك شاركتها معاكم شحل من مرة خديتها من موقع جاهز دارك فعلا زوينا صافي ندير كويرات وكان بدان نحطهم في هاد السميدة هادي ومن بعد كان بدان نقرصهم بهاد الطريقة بهاد السيخ كل هاده ممكن ديروا القفالة ديال القرعة وتلبسوا ليها بلاستيك غدائي قد تاخدوا واحد الكمية ديال السميدة وكتضغطوا عليها بالكف ديالكم ممكن تعطيكم نفس النتيجة انا غدي نطيب هاد الحريشات هادو في هاد البلاك ممكن نطيبوهم في المقلاء عادي يعني المقلاء التقيل اللي كنصيبو بها الحريشات اللي غدي همناه هو النتيجة ديال هاد الحريشات المدق ديالهم كيفاش كيكون والخفة ديالهم كيفاش دائل نحاول ان ضروري كندير احتادك القفيلة اللي كنضغط بها نديرها في السميدة باش هاكما كيل تسقوش قد يندهن بشوية ديال السيط نباتية يعني قطرات غير كنقصوا لبلاك ديالنا او للمقيلة او للمقلة صافيو كنبدا نحط فيها هاد الحريشات هادو كنستفوم هادي كنت نفعله لانها كتهزليه واحد الكيميه شوية بزايد كيف كنقولو وبالنسبة لطياب ديال الحريشات كتاب نقول ديالبيتزا ديال الحريشات ضروري اننا غير نحطوهم واحد شوية نقلبوهم مباشرة يعني مباشرة باش هكا كي يطيبو لنا كيف الوجاه اللي كتشوفو عليه كيف جهة السفلة يعني ما كنشفوش بزاف من الجهة السفلة غير كنحطوهم وكنقلبوهم سواء طيبناهم في البلاك او لا طيبناهم يعني في مقلة تقيلة هادي بحل بحل وبنفس طريقة كنبقا نقلب يعني غير كنحطوها وكنقلبها حتى كيتحمرو كي ياخدو واحد اللون اللي هو اللون دهبي وفعلا كي يجيو زوينين بزاف كي حمقوها الحريشات غير جربوهم وردو علي الخبار ان شاء الله غير ما تنسونيش الله يرضى عليكم ورحمة الوالدين ما تنسونيش من لايك وتعليق وبرتاج اللي يرضى عليكم هكا يا باش الفيديو يتشاف او لا يوصل الاخوات اللي مازال ماشرة اشتركوش في القناة اصفي بنفس الطريقة حتى نسالي الكمية اللي عندي ديال الحريشات وكي خرجو الخير والبركة بالنسبة الحريشات ممكن احتفظو بهم في المجمد الوقت اللي بغيناهم كان جبدوهم وكان سخنوهم بحال يالله وجدناهم هنا هي رجعت العجينة ديالي ديال البيتزا بعدما خمرات كيف كتشوفوا معي بقيت غادة معاكم بالخدمة بالتسلسل كيف خدمتها انا يا خمرات يعني كنحاول انني نخرج منها الهواء اللي فيها وقسمت العجينة ديالي ثلاثة ديال الحصص في اللوول كنت غني ديال تلاثة ديالبيتزا اه اه جوج ديالبيتزا من بعد قسمتها على ثلاثة جوجات اللي وجدتهم دابا معاكم ووحدة خليتها على جنب المهم كان ناخد واحد الكمية ديال الدقيق يعني ديال الفينو وكننقرس به ممكن تكون سميدة رقيقة ممكن تكون حتى بدقيق القمح الكامل يعني بنخالة انا بغيت فيهم واحد القرمشة هاتشي علش قررستهم بدقيق الفينو ممكن تقررسهم بالزيت يعني زيت زيتهم كتبقى تقررسهم في الطاوة اللي غادي نديرهم فيها انا قررستهم كيف كتشوفوا معايا هداو السمك ديالهم كيكون رقيق خديت الطاوة وفرشت لها ورقة المطبخ وحطيت فيها هاتشوش ديال الخبيزات اللي غادي نشارك معاكم دابا يعني هاتشوش بيزات فهاد لوقيتا كيكون الفرن ساخن يعني شرط اساسي البيتزا باش كتنشح معنا الفران يكون ساخن مزيان يعني سخون ديال بالصح انسخنوا سلصة البيتزا شاركتها معاكم بساف ديال المرات وما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فيه سلصة الطماطن يعني ما تشاد الحكم اللي صيبنا مع بعضياتنا وشاركت معاكم اقتراح ديال صلصة البيتزا غاتلقوا الرابط دياله في صندق الوصف يعني صلصة غزالة ومركز طماطن بدون مواد حفظة طبيعي 100% بحلي كنشيروه كيف قلت بلما نعودو نضيعو الوقت او نطولو الفيديو بغن نضيعو الوقت والوكل شي مفيد ان شاء الله غير باش من طولوش الفيديو اه البيتزا السلصة كينا في القناة الرابط ديالها ان شاء الله شوفوه في صندق الوصف كنا نأخذ واحد الكيمياء ديال الجبن عندي هنا يا الفروماج يعني الموزر اللي كنديرها في القاعدة ديال البيتزا وكندير دوائر ديال الفلفلاء خضراء ها كيف يتشوفو معايا غير تكون رقيقة مقطعها يعني رقيقة كي بقال لكم الاختيار اشنو ما بغيتو ديرو كفتا ديرو الطون انا عندي شوية وحدة فيها شرائح او لقطع ديال اصدر ديال الدجاج شحرتهم شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وطبع تلحل شوية ديال زيت نباتية وفي البيتزا الثانية فيها شوية ديال القمرون او لالكروفيد القمرون ما كي طيبش يعني كان نطيبوه مباشرة مع البيتزا احكيت شوية ديال زعطرة فوق منهم وضفت كمية ديال الفروماج او لالجبن يهو الايدام او لالماستام او كتزيدو عود الموزاريلا يعني تزيين كيف قليكم الاختيار في هاد البيتزا سوف يدخلت هذا الفرن الساخن هنا يجب الكيك والتزيين اختيت العلبة اليوغورت يكون كريمي يعني مكتوبة في جبن طاري و خلطته بالمعين قدرته في بلاستيك غدائي سوف يزيين به هاد الفتوحات في المول او في الكيك سوف نقطعه و هذا هو الكيك اليوم سوف نقطعه و هذا المول سوف نقطعه سوف نقطعه كاملين سوف نقطعه كاملين سوف نقطعه و خفيفة سوف نقطعه خفيفة و هناك ملغة سوف نقوم بتحفيله سوف نقطعه و بالنسبة لها الحريشات سوف نقطعه لم يفتق مواله و هذه البيتزاة سوف نقطعه اخوتي الاقتراحات و الأفكار التي شاركت معكم يمكنوا نالوا استحسانكم وال استفتوحوا شوفوا معي بقى سخونة و نقطعها معكم يعني افكار متنوعة في فيديو واحد خليت لكم الراحة هنا في اماني له الى اقتراح اخر